بسم الله الرحمن الرحيم. ابناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنستكمل تصميم الرفت او خطوات تصميم الرفت فانديشنز. وهناخد الخطوة اللي بعد ما حسبنا الاااااااااااا تحت الاعدة او تحت الرفت في الاتجاهين. في اتجاه اكس وفي اتجاه واي. فطبعا الخطوة الخمسة اللي انت تعمل مين? اكشن. اكشن خلي بالك ان الحيات دي بقيت مالها مصححة. يعني موضفط والبي واحد بقت مودفايد والبي اتنين بقت مودفايد والبي تلاتة بقت مودفايد كل ده بقى مودفايد بالشكل اللي قدامك دوت. ابتدي ارسم الشير بس اخلي بالك ان الشير بتاعك هنا لما هيجي ترسم هيترسم ازاي? مش هيترسم عبارة عن خطوط. ليه? عشان ما له يعني انت لو نزلت كده او طلعت كده وبعدين تنزل هتلاقي ان الشير يجي لك بالشكل اللي انت شايفه دوت. شايف الشير عامل ازاي? طبعا وبالنسبة المومنت نفس الكلام المومنت بتاعي لما هتيجي ترسمه ممكن يقلب وممكن ما يقلبش بس اهم حاجة ان ده مش معادلة من الدرجة التانية لأ المومنت بتاعي هنا معادلة من الدرجة التالتة. ليه? عشان الفورس بتاعتي او الاسترس تحت ما لها يعني لازم تجيب المومنت هنا عن طريق ان انت تقطع وتجيب. ما فيش حاجة اسمها ده بليلسكور على تمانية ولا حاجة. ولازم تخلي بالك لو عايز تجيب شير يبقى هي مساحة مين الشبه المنحرف? ده الشير. طب بالنسبة للمومنت اجيب مومنت ازاي? لما يبقى عندي شبه منحرف كنا بنقسمه الحتتين. حتة مستطير وحتة ايه? مسلس. واجيب المومنت عند النقطة ناقص النقطة اللي جاي دي. يبقى انا رسمت البندنج مومنت بتاعي في الاتجاه اكس. وفي الاتجاه مين? واي. رسمتهم في الاتجاهين عشان ابتدي اصمم القاعدة بتاعتي. طبعا ما اجيبت المومنت اكبر مومنت عند بجيب منه دي. اللي هو بتساوي ايه دي لو تفتكر? سي واحد جزر الام على مين? على ممكن بي? وممكن ال. طبعا في الاف سيو? في الامتة بي وامتة ال? على حسب انت جبت المومنت في انهي اتجاه. لو انت اخدت المومنت مسلا في الاتجاه اكس بتاعي يبقى انا هقسم على البي. لو المومنت الماكس ممكن في الاتجاه واي يبقى انا هقسم على مين? على الال. والتي بتساوي دي زائد كام? سبع زي ما تعلمنا قبل كده. شكرا.